بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات في الصف الثاني الإعدادي في موضوع جديد وعمليات على الأعداد الحقيقية حلقتين اللي فاتوا احنا اشتغلنا على العمليات على الفترات وكانت مجموعات جزئية من الأعداد الحقيقية عشان كده كانت العمليات عبارة عن تقاطع والتحاد وفرق ومكملة أما النهاردة فاحنا هنشتغل على العمليات على الأعداد وبالتالي هنرجع للعمليات الأصلية بتاعتنا وهي الجمع والطرح والضرب والإسمة وكمان الأسس اللي هتعتبر ضرب متكابل هنشوف خواص كل من عملياتي الجمع والضرب وهنشوف إزاي إحنا بنتعامل في الأعداد الحقيقية وإيه الجديد بين الأعداد الحقيقية والأعداد النسبية والصحيحة اللي احنا عملنا عليه عمليات قبل كله خلينا نشوف لو بدأنا بخواص العمليات على الأعداد الحقيقية هلاقي أن الخواص بتنصب على عملية الجمع والضرب لأن معظم الخواص لم يكن كل الخواص لا تتحقق في الطرح والإسمة لو قلنا أن احنا عندنا الجمع والضرب عمليتان إبداليتان والعملية الإبدالية هنا معناها أن تبديل وضع العددين ما بغيرش الناتج عندي في الجمع ولا الضرب يعني زي ما احنا شايفين كده هو لو قلنا اتنين جزر ثلاثة زائد خمسة جزر ثلاثة هو هو الناتج لو كنا عكسنا وضع العددين وخلناها خمسة جزر ثلاثة زائد اتنين جزر ثلاثة في كل الأحوال أنا بجمع المعاملات زي معامل الصين والصاد كده الحدود الجبرية اللي خدناها في قول أعداده فاللي بيحصل هنا دلوقتي أن احنا بعد ما نتأكد أن هنا الجزور دي متشابهة فبجمع معاملات الجزور أو أطرحها حسب العلامة اللي موجودة بين الجزرين أو بين العددين فهنا بقدر أقول أن أنا حجمع خمسة زائد اتنين تديني سبعة وبنزل نفس الجزء بتاعي وهو جزر ثلاثة يبقى خمسة جزر ثلاثة زائد اتنين جزر ثلاثة بيساوي سبعة جزر ثلاثة نفس الكلام لو كنا بدلنا وضع العددين هل في الضرب نفس الوضع؟ أيها فعلا هو في الضرب نفس الوضع بس هللاحظ حاجة هنا أن في عملية الضرب لما أضرب العددين الحقيقيين ما يهمنيمش إذا كان اللي تحت الجزر متساوي أو غير متساوي فبدرب العدد اللي برا ده في العدد اللي برا يعني المعاملات اتنين في خمسة بعشرة وبعد كده بحط جزر كبير أضرب جوال عددين تلاتة في اتنين بتديني ستة ده بالنسبة سواء كان العددين دول موجودين بالوضع ده أو بدلت خمسة جزر اتنين الأول بعكاة اتنين جزر ثلاثة كل الأحوال بتطلع عشرة جزر ستة بأكد على الحاجتين دول مهمين جدا وأنا بعمل جامع وطرح لازم يكون نفس الجزرين ونفس الأعداد اللي تحت الجزر لكن مش مهم بالمعاملات أما أنا بأضرب ما يهمنيش تحت الجزر ولكن يهمني نوع الجزرين يعني جزر تربيعي مضروف جزر تربيعي لكن مش مهم ما إيه اللي موجود تحت الجزر التربيعي لكن ما ينفعش أضرب جزر تربيعي في جزر تكعيدي دايما حنشوف بعد كده الجامع والضرب دامجتان وعملية الدمج تملي بنقول عليها هي عملية توزيع الأقواس بس فرق بين توزيع الأقواس في عملية واحدة وتوزيع الأقواس في عمليتين بمعنى الشكل اللي قدامنا دلوقتي هي عملية جامعة كلها سواء خدت أول حدين عملتنهم جامعة الأول وبعد كده جامعة في الآخر أو اشتغلت على جامعة العددين الأخرين مع العدد الأول بمعنى لو أنا حطيت كورس على أول عددين بيديني سبعة جزر ثلاثة وبعد كده السبعة جزر ثلاثة زائد خمسة جزر اتنين بتديني اتناشر ولا آه في حد يصاح معي أهو يقولي لا استنى استنى ما ينفعش أقولي سبعة زائد خمس أقولي طب ليه يقولي عشان هنا جزر ثلاثة وهنا جزر اتنين وحضرتك قلت ما ينفعش أجمع والجزور مختلفة أصدق فعلا أنتوا في عالم صاحي الله ينور عليك فعلا خلينا نرجع تاني ونشوف هل الدمج ده موجود في الضرب كمان جزر ثلاثة في خمسة جزر اتنين في اتنين جزر ثلاثة لو خدت أول عددين دربتهم في الأول حيطلع معايا ستة الناس تقولي طب الستة دي جات منين أول حاجة بقولها أننا بعمل واحد وواحد في اتنين باتنين جزر ثلاثة في تلاثة بتسعة بس أنا عشان التسعة دي عدد مربع كامل فالجزر التربيع للتسعة بتساوي تلاتة يبقى الجزر التربيع للتسعة بيساوي تلاتة يبقى اتنين في تلاتة بتساوي ستة عرفنا بقى جات منين الستة ستة في خمسة جزر اتنين ستة في خمسة بتلاتين جزر اتنين خواص العمليات برضو بنكمل مع بعض المحايد الجامعي هنا بقى في حاجة مشتركة بين المحايد الجامعي الجميع الاعداد دايما هو الصفر المحايد الجامعي الاعداد الطبيعية الصحيحة النسبية والنهاردة الحقيقية المحايد الجامعي هو الصفر ده ليه لان جزر 3 زائد صفر بيساوي صفر زائد جزر 3 بيساوي جزر 3 انا ليه بستخدم ابدال عشان ازبط المحايد الجامعي في مسألة جات قبل كده كان بيقول انا عندي جزر 3 ناقص صفر بيساوي جزر 3 قال لي هل معنى كده ان الصفر هو محايد بالنسبة لعملية الطرح اقول له لما ينفعش عشان لو احنا قلنا صفر ناقص جزر 3 هيطلع سالب جزر 3 يعني ما بيطلعش نفس الناتج وبالتالي هنا اصبح الصفر ليس محايد لعملية الطرح ولكنه محايد لعملية الجامع جزر 3 زائد صفر هي نفسها صفر زائد جزر 3 بتطلع جزر 3 يبقى المحايد لعملية الجامع هيه هو الصفر وطالما قلنا محايد يبقى نقول المحايد الضربي محايد الضربي برضو ثابت في كل المجموعات وهو الواحد ده لان جزر 3 في واحد بيسوي واحد في جزر 3 ممتغيرش الناتج بعد جزر 3 مكملين مع بعض فيه المعكوس الجامعي للعدد جزر ألف هو سالب جزر ألف ونحظر هنا ان احنا نحط السالب تحت الجزر التربيعي لان احنا اتفقنا وجود الجزر التربيعي تحته سالب ده عدد غير حقيقي وبالتالي السالب لو تحظن بما موجود برا وعايز اأكد على حاجة مهمة جدا في موضوع المعكوس الجامعي المعكوس الجامعي لما اقول جزر ألف معكوس الجامعي بتاعها سالب جزر ألف مش معنى كده ان لازم المعكوس الجامعي يطلع سالب لا هو معناه هنا هو السالب دي معناها عكس اشارة الاصل يبقى هنا عكس الاشارة معناها انه بضرب في سالب بمعنى لو كان عندي العدد الاصلي سالب يبقى معكوس الجامعي موجب فعشان كده بنقول عكس الاشارة وليس سالب العدد مثال كده زي ما نشوفه اهو جزر ثلاثة ناص واحد معكوس الجامعي بتاعها واحد ناص جزر ثلاثة قال لي ايه ده يعني نعمل تبديل لا هي مش مسألة تبديل كل ما في الامر انه بعكس اشارة الجزر ثلاثة وبعكس اشارة الواحد وبالتالي هنا ممكن اسبها كده وممكن ارتبها بالشكل ده يبقى الموجب بقى سالب والسالب بقى موجب معكوس الضربي لجزر آلف هو واحد على جزر آلف بمعنى مقلوب العدد يعني جزر آلف ده على واحد معكوس الضربي واحد على جزر آلف مثال على كده لو قلنا المعكوس الضربي لاتنين جزر ثلاثة على ثلاثة ببدل وضع العددين الثلاثة بتطلع من المقام للباست واثنين جزر ثلاثة من الباص تروح المقام الجديد بقى في الموضوع ده في الاعداد الحقيقية اننا ما بسمحش بوجود جزر في المقام بمعنى ان يستحسن عشان نضعه في افسد صورة ان يكون المقام عدد نسبي واحنا زي ما احنا شايفين كده اثنين جزر ثلاثة دي عدد غير نسبي طب ايه التصرف؟ خلينا نشوف مع بعض كده التصرف هيتم ازاي لو انا تعرضت ان يكون المقام بتاعي في عدد غير نسبي طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انا هنا عندي ثلاثة على اثنين جزر ثلاثة مطلوب مني يكون المقام هنا عدد نسبي عشان يبقى عدد نسبي حضرب في جزر ثلاثة الناس تقول لي طب هنا ينفع عضرب جزر ثلاثة تحت بس طبعا لا لازم بصته مقام طب اش مانا اختارت جزر ثلاثة؟ قال لي عشان انا عندي هنا جزر ثلاثة ده عشان يبقى مربع كامل لازم اضربه في ثلاثة تانية عشان يبقى ثلاثة في ثلاثة بتسعة ده اقرب عدد مربع كامل نحصل عليه واحد يقول لي طب كان ينفع عضرب في اثنين جزر ثلاثة مفيش اي مشكلة كان ممكن بس ساعتها كان الاقتصار حيطول خطوة شوي طيب ضربنا بسطا ومقام في جزر ثلاثة لان ما ينفعش اضرب البسط الواحده او المقام الواحده بعد كده نبدأ نختصر هيطلع معايا ثلاثة جزر ثلاثة في البسط وستة في المقام زي ما اجبناها من شوية كده عندي اختصار ثلاثة مع الستة يبقى الناتج جزر ثلاثة على اثنين كما لو كان عندي البقام فيه جزر تكعيبي هل هنا ينفع اضرب فيه الجزر التكعيبي للاتنين اقول له مش هينفع طب ليه لان لو ضربت في الجزر التكعيبي للاتنين هيطلع الجزر التكعيبي الاربعة هل الجزر التكعيبي الاربعة مكعب هل الاربعة مكعب كامل لا طبعا يبقى اقرب حاجة انت يحصل على مكعب كامل هو ان نضرب الاتنين في اربعة فعلا ده اللي هيحصل هضرب البسط والمقام في الجزر التكعيبي للاربعة وبعدين نضعه في افسد صورة يطلع الناتج في النهاية ثلاثة جزر التكعيبي للاربعة طيب تعاني شوف مع بعض كده توزيع الضرب على الجامعة انا من شوية قلت لكم ان الدمج هو الاقواز بتتحرك مع نفس العملية لكن التوزيع هنا مختلف لان الاقواز بتتحرك مع عمليتين مختلفين احدهم ضرب والاخر جامع او طرح فاحنا كده دلوقتي عملية التوزيع اذا ما كنا بنعمل زمان حتى كان في قول اعداد يكوننا بنضرب حد في حدين ان انا بمسك الحد اللي برا اضربه في كلا الحدين اللي جوه دول فالجزر التلاتة لو اضربت في اتنين جزر تلاتة تطلع ستة وجزر تلاتة لما اضربت في خمسة بخمسة جزر تلاتة يبقى انا ضربت الحد اللي برا في القوسكول هنا لو حصل ضرب قوسين برضو لما خدنا قبل كده حصل ضرب عاملين في عاملين باخد العامل الاول في القوسين وبرضو العامل التاني بضربه في القوس التاني زي ما احنا شايفين كده وزعنا الجزر تلاتة في القوس وجزر اتنين في القوس مرة تانية فاحنا لو بدأنا دلوقتي نوزع جزر تلاتة في القوسين جزر تلاتة في جزر تلاتة بتسوي تلاتة زائد جزر 3 في 3 جزر 2 بجزر 6 أو ب3 جزر 6 وبعدين نبدأ ننقص التاني جزر 2 في جزر 3 بجزر 6 زائد جزر 2 في 3 جزر 2 ب6 وبعدين نشوف الحدود الجابرية المتشابهة 3 زائد 6 9 وأخيرا 3 جزر 6 زائد جزر 6 ب4 جزر 6 ما ننساش جزر 6 معناها 1 جزر 6 عشان ما نغلطش في الموضوع طيب نشوف مثال كمان أكمل ما يأتي مكان النقاط 6 في 3 جزر 6 هنا حضرب المعاملات فقط يبقى 6 في 3 بتساوي 18 ونزل معاها جزر 6 فبتديني 18 جزر 6 هنا تربيع والتربيع هنا ممكن يتحل بطريقتين إما أن أضع خسين متساويين بشكل بعض واضرب أو أستخدم خاصية التربيع لمربع الأول مربع الجزر 3 3 وشوية كده في الأخير مربع الثاني موجب جزر 2 تربيع ب2 عرفنا قبل كده أن الجزر قص 2 بيطلع العدد جزر التربيع الألف قص 2 تطلع ألف زي ما اتفقنا قبل كده وبعدين الأول في الثاني في الثاني في الثاني بإشارة القوس يبقى سالب 2 جزر 3 في جزر 2 بجزر 6 ما بتتسبش كده لأن فيه حدود جبريع المتشابة فبتطلع خمسة ناقص 2 جزر 6 واللي عايز يحسبها بقصين متساويين ما فيش أي مشكلة معاكوس الضربي للعدد ما ننساش أن المعاكوس الضربي هو بيخلي البسط مقامه المقام بسط لكن ما بيبهرش إشارة العدد فعشان كده المعاكوس الضربي للعدد هو سالب 2 على جزر 6 هضرب البسط والمقام في جزر 6 عشان أحطها في أبسط صورة فبتديني سالب 2 جزر 6 على 6 اختصار في أبسط صورة على الاتنين فالواحدة على الاتنين فالتلاتة يبقى بتطلع سالب جزر 6 على 3 حد يسألني يقول لي تم 6 على الاتنين ما تنفعش طبعا لأن ده فيها جزر ودي ما فاش جزر فما ينفعش اختصر بالشكل ده شوف كمان هنا اختر الإجابة الصحيح من بين الأقواس لو جمعنا سهل قوي إنها تطلع 5 جزر 3 هنا العامل المتشابهة 5 ناقص 4 5 ناقص 4 بيتساوي 1 و7 جزر 2 زائد جزر 2 ب8 جزر 2 يبقى الإجابة 1 زائد 8 جزر 2 2 جزر التكعيب الخمسة والثلاثة فهنا بقى القص 3 على الاثنين والثلاثة على الجزر التكعيب 2 قص 3 ب8 مضروبة في الجزر التكعيب الخمسة والثلاثة بخمسة الناتج يطلع 40 طبعاً السؤال ده أعتقد إن إحنا خلاص بقى حفظنا بنعمل فيه إيه؟ بندرب البسط والمقام في جزر 3 فبتطلع 6 جزر 3 على 3 يبقى 2 جزر 3 برضو إينا حضرب آه أنا شايف الناس حلت قبل مكتبها جزر 5 تحت وجزر 5 فوق تطلع 15 جزر 5 على 3 في 5 بـ 15 يبقى الناتج جزر 5 أخيراً أنا عندي سين تربيعنا على الصاد تربيع بـ 16 سين الأصاد بتساوي جزر 2 عايز سين زائد صاد مسألة مشهورة جداً بس الجديد إنه دخل فيها إيه؟ الأعداد الحقيقية لأن إحنا عارفين إن سين تربيع سين تربيعنا على الصاد تربيع هي عبارة عن سين الأصاد في سين زائد صاد يبقى سين الأصاد بجزر 2 يبقى سين زائد صاد بيساوي 16 على جزر 2 16 على جزر 2 بالاختصار هضرب البسط والمقام في جزر 2 هتطلع ويبقى الناتج النهائي هو 8 جزر 2 بكده أعزائي الطلبة والطالبات يكونوا أن هناك جزء الأول من العمليات على الأعداد الحقيقية وعرفنا خواص العمليات على الأعداد الحقيقية وإن شاء الله الموضوع مكمل معنا في الحلقات اللي جاية إن شاء الله هنشوف العمليات على الجزر التربعية والتكابية والعددان المترافقان خلينا نشوف الكلام ده إن شاء الله في حلقات قادمة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة